توهر عميق لم تتعلم منه الطبق السياسي الحاكم الدروس الثمينة ذلك هو الدام الذي سال من أجساد شباب ثورة تشرين لا لشيء إلا أنهم أرادوا وطن ما دفع زملائهم إلى تخليدهم بين الحين والآخر وكان آخرها تسمية أحد شوارع مدينة الكوت والذي سجل الكثير من أحداث تلك الثورة باسم شارع شهداء ثورة تشرين هذا الشارع والشارع اللي بعده والساحة هذا المكان اللي حصل بقمع ثورة تشرين هذا المكان اللي سالت بدماء شهداء ثورة تشرين ولذلك اليوم أبناء واسط قاموا بخطوة وهي تسمية هذا الشارع باسم شارع شهداء ثورة تشرين تخليداً لهذه الذكرى وإن كان أن تسمية الشارع قليلة بحقهم لكن نخلد ذكرهم بتسمية الشارع وبنصب تذكاري قاماً للدماء الزكية التي سقطت على أرض واسط تم افتتاح شارع الضريبة سابقاً وتسميتها باسم شهداء ثورة تشرين العظيمة شارع شهداء ثورة تشرين العظيمة وإن شاء الله مستقبلاً جاي نسعى إلى نصب تذكاري باسم شهداء واسط وفيما تحدث ناشطون عن ثورة تشرين بوصفها فكرة لن تموت وأنها كشف الزيف وفشل الحكومات المتعاقبة في إدارة البلاد من خلال التفاعل الكبير والإيمان من قبل فئات متعددة كما أنها خلقت جيلان يؤمن بالوطنية على حساب المصالح والطائفية في وقت جدد ذو شهداء تشرين المطالبة بدم أبنائهم ثورة تشرين بالنسبة إليه فكر وجاي نلاحظ مثل ما تقول اغتطفنا ثمار هذا الفكر واليوم جاي نشوف جميع فئات المجتمع بدأت تتحرر اليوم عندك جيل هذا الجيل الواعي اللي جاي يخلت فكرة ثورة تشرين ما راح تقتزل بس ببقية الشارع ونصب تمثال من البداية دم أولادنا ودم الشهداء لننسى أبداً هاي وحدة الشغلة الثانية على الحكومة زين القصاص من قتلة المظاهرين وإذا لم تقدر الحكومة على القصاص من قتلة المظاهرين الكشف أكررها أكررها مرة ثانية الكشف مرة ثانية الكشف عن أسماء القتلة والمجرمين اللي قتلوا أبنائنا زين وبالرغم من الامتنان الكبير الذي سجله ذو شهداء تشرين لناشطي ومتظاهري المحافظة إلا أنهم دعوا الحكومة المركزية ووزارة الداخلية الكشف عن أسماء المتورطين بدم أبنائهم وإن كانوا قد تركوا البلاد بحسب تصريحات حكومية من مدينة الكوت علي محمد قناة دجل ترجمة نانسي قنقر